موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات دليل المعلم لمادة إرهاديات للصف الرابع الاتدائي في رعاية وزارة التربية والتعليم يا ترى إيه هي استراتيجية قبلة الإيد والأصابع الخمسة؟ وإيه أهميتها وإزاي نطبقها في صلنا؟ وهل فيه استراتيجيات تانية ممكن نستخدمها زي استراتيجية قبلة اليد والأصابع الخمسة؟ بالفيديو ده هنتعرف مع بعض إزاي نستخدمها علشان التلاميذ تعرف تقيم إيه اللي تعلموه هنشوف إزاي ده مهم جدا ونشوف الفوائد والتحديات اللي هتقابلنا لما نستخدم التقييم الزاتي في الدروس وآخر حاجة هنشوفها مع بعض هي طرق التقييم الزاتي المشابهة اللي ممكن تحبوا تستخدموها اتعرفنا في حلقات سابقة أن التقييم التكويني أحد أهم ركائس تعلم التلاميذ وأحد أهم ضبانات التدريس الفعال في رؤية التعليم 2.0 وأفرادنا للتقييم التكويني صفحة كاملة بدليل المعلم بتشرح التقييم التكويني كطريقة بنكتشف بيها أدلة عن اللي تعلموا تلاميذنا قبل وأثناء وبعد لتدرسنا لكل الدروس علشان نقدر بناء على الأدلة والمعلومات اللي بنعرفها عن إيه اللي تعلموا التلاميذ بدل من نستنى لنهاية الترم أو الشهر أو الأسبوع ونعمل اختبار وده هيخلينا نعرف نعالج المفاهيم الخطأ وسوء الفهم وعدم قدرة التلاميذ على التطبيق اللي تعلموه أول بأول وفي حلقة النهاردة هنركز على واحدة من مكونات التقييم التكويني وهي التقييم الزاتي للتلاميذ بمعنى أن التلاميذ يكون عندهم القدرة أنه هم بنفسهم يقيموا تفكرهم واللي تعلموه أو إجاباتهم قبل ما يشاركوها مع زملائهم ومعانا أثناء التدريس ودليل المعلم بيساعدنا كمان في بدايته بكتير من استراتيجيات التقييم الزاتي للتلاميذ والمعروض منها أمثلة قدامنا ومنها استراتيجية قبلة اليد والأصابع الخمسة أثناء استخدامنا لاستراتيجية قبلة اليد والأصابع الخمسة بنطلب من التلاميذ أنه هم يعبروا بالإشارة بأصابعهم أو بقبلة الإيد عن أفكارهم أو فهموهم أو اللي تعلموه أثناء المراجعة أو الشرح أو حل المسائل يعني بدون كلام زي أنه هم يرفعوا أصابع أيديهم الخمسة لو فهمين أو موافقين أو وصقين حتى من نفسهم ولو مش فهمين نهائي يرفعوا قبلة أيديهم ولو نسبت فهمهم مختلفة متبينة ممكن يرفعوا أربعة أصابع أو ثلاثة أو اتنين استراتيجية قبلة اليد والأصابع الخمسة وبجميع استراتيجيات التقييم الزاتي بتساعدنا نعرف قد إيه قدر التلاميذ يفهموا أهدف التعلم والأسلوب ده بيدي تلاميذنا ثقة في تقييم نفسهم وبيدينا احنا كمان أدلة ومعلومات سريعة عن عدد التلاميذ اللي فهمين وبالتالي نقدر ننتقل للمسألة أو الدرس اللي بعده لكن لما نشوف قبلة اليد كتير ده معناه أننا نازم نراجع الجزء ده تاني أو ندي مسائل تانية مثلاً أو نحدد التلاميذ اللي محتاجين مساعدة أكتر ولأن استراتيجية قبلة اليد والأصابع الخمسة مفيدة في تقييم التلاميذ لنفسهم فهيكون عمل جداً أننا نستخدمها في جزء استكشف من الدرس العاشر للوحدة التسعة واللي فيه بيستكشف التلاميذ الكسور المتكفئة وده من خلال نمازج بصرية زي ما ورد في دليل المعلم فبنطلب من التلاميذ يفكروا إذا كان مع أماني زرارين واحد منهم باللون الأحمر وبعدين بقى معاها ستة زرائر وعايزة يكون معاها نفس الكسر باللون الأحمر فكم زرار أحمر بالكسر المكافئ؟ ده بعد ما ندي وقت للتلاميذ يفكروا ونسألهم يا ترى إيه هو الكسر المكافئ؟ هل هو ثلاثة على ستة؟ ونطلب منهم يرفع أصابعهم الخمسة لو موافقين أو قبضة أيديهم لو مش موافقين أو ثلاث أصابع لو شكين في الإجابة مثلاً أو مش كتأكدين من صحتها في نفس الدرس العاشر الوحدة التسعة ممكن نستخدم استراتيجية قبضة اليد والأصابع الخمسة في أثناء جزء التعلم فنسألهم حل الكسرين الاعتياديين المكافئين للكسر الاعتيادي 2 على 3 هو 4 على 6 و 6 على 8؟ فممكن نلاقي أغلب التلاميذ لو فهمين صح حيرفعوا 3 أصابع أو 2 لأن الإجابة صح في كسر وخطأ في الكسر التاني ودورنا هنا نسألهم ليه مش رفعين أصابعهم الخمسة بالموافقة أو قبضة أيديهم بالرفض لكن ممكن نتساءل إيه هي أهم التحديات اللي ممكن تواجهنا لما نطبق استراتيجية الأصابع الخمسة وقبضة اليد؟ وإزاي نتغلب عليها؟ ممكن كتير مننا يفكر إن تطبيق التلاميذ لإستراتيجية قبضة اليد والأصابع الخمسة أو أي استراتيجية زيها محتاج وقت أكبر يقدروا يفكروا في الإجابات ومحتاجين كمان تدريب أكتر علشان مش طول الوقت يفع أصابعهم أو قبضة أيديهم أو يقلدوا زمانهم الشطار كمان في بداية تطبيق التلاميذ لإستراتيجية دي ممكن يكونوا محرجين إن هم يبينوا إن هم مش فاهمين ومش متعودين إن هم يرفعوا قبضة أيديهم وبناء على كده من الأفضل نتكلم مع التلاميذ ونفهمهم إنه عادي إن هم يكونوا مش متأكدين أو إن هم ممكن يرفعوا قبضة الإيد أو مش كل صوابعهم وإن ده هيبقى حاجة مفيدة جداً لنا كمعلمين إن التلاميذ يكونوا مترددين وبيختلفوا في عدد الأصابع اللي بيرفعوها عشان نقدر نعيد ليهم شرح المسألة أو فكرة معينة ممكن في المرات الأولى اللي هنستخدم فيها استراتيجية قبضة اليد والأصابع الخامسة نعود التلاميذ على فكرة إن هم يغمضوا عنيهم عشان تبقى الدنيا سهلة بالنسبة لهم اللي هما بيش شايفين استجاباتهم هل في استراتيجيات تانية للتقييم الزيات للتلاميذ غير استراتيجية الأصابع الخامسة والقبضة اليد؟ وفين نلاقيها؟ لأن استراتيجية قبضة اليد والأصابع الخامسة بسيطة وسهلة التلاميذ يقدروا يفهموها بسرعة هنلاقيها متقررة كتير ولعن قصد في كتير من الدروس عشان تدينا إحنا كمعلمين وتلاميذنا يديهم فرصة يتدربوا عليها بحيث تبقى روتيني يومي في كل تدرسنا وفي استراتيجيات تانية موجودة في مقدم الدليل المعلم لو حابين ننوع من استراتيجيات التقييم الزيات للتلاميذ ونحاول نستخدمها زي استراتيجية الإبهام إلى أعلى أو أسفل فممكن يشير التلاميذ بأصبع الإبهام لأعلى إذا كانوا فاهمين شرح أو فاهمين فكرة معينة أو موافقين على حل مسألة أو موافقين أننا ننتقل لمسألة أو نقطة تانية في الشرح أو مش فاهمين فيشير بالإبهام لأسفل في استراتيجيات إشارة المرور أخضر وأصفر وأحمر يستخدم التلاميذ مجموعة 3 كروت بنفس ألوان إشارة المرور وبيختاروا الكرت اللي عايزينه للإجابة عن سؤال معين أخضر فاهمين تماما أحمر بش فاهمين خالص وأصفر محتاجين مساعدة وممكن نطلب من التلاميذ رفع الكرت اللي بيعبر عن فهمهم وهم قاعدين مكانهم أثناء مرون عليهم لأن ده بيحافظ على الخصوصية في فهمهم وبيجنبهم الإحساس بالإحراق الرسومات المعبرة ممكن برضو اللي بتعبر عن المشاعر دي طريقة تانية بنحافظ على خصوصية التلاميذ لما بيقيموا نفسهم لأنهم ممكن يلسموا وش أو رمز تعبير في قراصتهم أو كتبهم بيكون فيه ابتسامة أو تكشيرة أو تعبير عن عدم الفهم على حسب هم فاهمين كويس ولا لا وأثناء تجوالنا أو تصحيحنا لحل التلاميذ نقدر نعرف مشاعرهم إيه تجاه اللي تعلموه ولهما مبسوطين أو فاهمين أو مثلا مش مبسوطين أو مش فاهمين يريد في دروسنا اللي جاية وإحنا بنستخدم استراتيجية قبلة اليد والأصابع الخامسة أو أي استراتيجية تانية للتقييم الذاتي نخلي بالنا من الطرق اللي بيقيم بها التلاميذ نفسهم هل هما مش محرجين مننا ومن زملائهم أن هما يورروا نفسهم أن هما مش فاهمين وبيقدروا بكل شجاعة يقولوا مش فاهمين أو محتاجين مساعدة هل ممكن يشرحوا ليه الحاجة دي صعبة أو ليه مش فاهمينها وإزاي نقدر نستخدم المعلومات اللي عرفناها عن فهمهم من عدمه في نهاية الحلقة ومن خلال QR Code اللي قدامنا على الشاشة هنعمل اسكان ونسجل أهم النقاط والممارسات التدريسية اللي اتعرفنا عليها في حلقة النهاردة ومقتنعين بفايدتها في تدرسنا أشكركم وإلى ذقاء